السلام عليكم كيف نتوم بخير نتمنىكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير ان شاء الله نصلي علن بك في ملعدة نبدأ الفيديو اليوم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الاقتراح اللي غدي نتقسم معكم اليوم غدي تكون كيكة رائعة جدا لديدة بزب مكونات بسيطة كيف معوضتكم في جميع الفيديو غدي نحضرها بوحل كريمة اللي كاتجي رائعة واحد طبقة مقرمشة وطبقة دي الكيكة هي جدا بسيطة فما غدي نزيت شين طول عليكم على فكرة هاد الكيكة غدي تصلاح بزا فنحضرها في بطور ليلة العيد ان شاء الله بغضعتكم اقتراحات هيدا للكيكات دباما نزيت شين طول عليكم كتر ندوز نشوف المقادير وطريقة تحضير كيف ملعدة فرجة ممتعة بسم الله على بركة الله فأول حاجة كامده بهاي نحضر القالب اللي غدي نطيف فيه الكيكة ديالي اخترت هاد المول للقطرة ديالو 24 سنتيمتر كندهنو بكميادية لزبدة وكذلك كندر الشرشة خفيفة من الدقيق وكنتركو جانبا دبا غدي مدى معكم في تحضير الكيكة اللي غدي نحتشفيها حبة واحدة من البيض غدي نضيف لقبصة الملح ليتضروري عفوا لتعديل الضوء نصف كأس من السكر الخشين أي سكر سنيدة ماي يعادل 81 جرام وعندي هنا كيس من السكر الفانيليا اللي تقدروا تعودواه بالفانيليا السائلة طبعا غدي نطرب هاد البيضاء مع السكر مزيان من بعد غدي نضيف نصف كأس من زيت النباتية ماي يعادل 80 ميلي لتر يعني غدي نحتاج نصف كأس من كل مكون غدي نضيف كذلك نصف كأس من الحليب ماي يعادل 80 ميلي لتر صافي وغدي بقونا دباء النواشف غدي نضيف كأس مملوء كيف مشهدت معي مملوء جيدا من الدقيق ماي يعادل 120 جرام وغدي نضيف ملعقة صغيرة تكون مملوءة من خميرة دي الحلويات أي بيكين بودر ماي يعادل 7 جرام أو تقدروا تستعمل كيس دي الخميرة دي الحلويات وزن 8 جرام حل في حل ضيفت كذلك ملعقتين كبيرتين من بودرة دي الكاكاو الخام يعني الكاكاو المر ماي يعادل 20 جرام صافي وغدي نطرب أو غدي نخلط هاد النواشف جيدا في الخليط دي الكيكا ديالي فبالنسبة للمكونات فهي مضبوطة لا بالنسبة لدقيق ولا بالنسبة لكاكاو يعني إذا كنتوا عندكم الميزة فغدي تاخدوا العبارات كيف ما ذكرت معكم إذا كنتوا تعتمدوا الكأس أو الملعقة فأنا اذكرت معكم الكأس وكيف ما شاهدتوا معي الكأس ديال الدقيق يكون عامر مزيان ما يعادل 120 جرام وملعقتين يكون عامر من بودرة ديال كاكاو الخام ما يعادل 20 جرام صافي الخليط ديال كيكا ديالي كنحصلوا عليه كيف ما شاهدتوا معي قوام دياله عادي مش يتقل بزاف ومش يخفيف جيب دباء المول اللي كنت حضرت من قبل كنفرغ فيه الخليط ديال كيكا ديالي وغادي ندخل الفرن اللي عندي بارد حتى كنحشي الكيكا ديالي في الوسط ديال الفرن عاد كنشعل الفرن في الأول فقط من الأسفل على درجة حرارة 180 درجة كنخليها 21 تن 25 دقيقة لأن الطبقة رقيقة من بعد كنزيد نشعل لحتى من الأعلى 1-5 دقائق لأكثر غير باش كتزيد تتحمر شوية من الفوق او كتطيب حتى من الفوق شوية صافي هنا يا اخذت مني تقريبا 1-25 دقيقة كيف ما قد لكم الطبقة كتكون رقيقة في بسرعة كتطيب صافي خليت تحت بردة صغير شوية دفت عملت فيها توقوب وغادي نسقيها بنصف كأس ديال الحليب لضيفت له ملعقة من الكاكاو الحلو اللي كيف تروبه الأطفال ديالنا تقدروا تسقيوها طبعا بحليب مع قهوة سريعة دوبان او لا بأي عاصير بغيتونتون ما تسقيوها شي بزافو صافي فقط نصف كأس فهو كافي ده بغادي نتقلوا باش نحضروا الطبقة الثانية ديال الكريمة اللي غادي نحتاش فيها نصف لتر من الحليب كذلك عندي هنا يوحد خمس ملاعق كبار من السكر الخشن أي سكر سليده والسكر دائما كيبقى على حسب الضوقة ديالكم فبالنسبة الخمس ملاعق كيتجي هي هذيك الحلوات هذي الكريمة هذي عندي هنا يا ملعقتين ونصف من نشاط دراء أي ميزينة ما يعادل خمسين جرام جدي الأكياس من السكر الفانيليا اللي سقدروا تعودوها بالفانيليا السائلة علبة من زبادي أي ياغورت أو ضانون أنا استعملت بنك هذي الفانيليا تقدروا تستعملوا أينكها طبعا هذي الموزنة هذي الكوكو حتيك تجمزيونة العلبة اللي استعملت أنا الوزن ديالها مية وخمسة وعشرين جرام ماشي ضئ شرط أخواتي تقدروا تستعملوا العلبة اللي متوفرين عليها عندي تمك ملعقة كبيرة من الزبدة ما يعادل عشرين جرام سوف نجيب الإناء ديالي غاد نفرق فيه ديك نصف لتر ديال الحليب وغاد نضيف له ديك خمس ملاعق ديال السكر بلما نعبروه ولكن الملعقتين ديال النشاك يكونوا عمرين مزيان مع نصف ملعقة ملعقتين ونصف باش تحصلوا على خمسين جرام سوف نخلط هذي المكونات مع بعض حتى كدنا الدبلي ديك لنشا وما يبقوش ديك الكويرات ديال ميزينة أي نشا بالنسبة هات الزبادي أيضا نون أو ياغورد وديك جوج ديال أكياس ديال فانيليا وملعقة ديال الزبدة حتى من بعد عاد كنضيفه من الكريمة ديالي خضيت للإناء ديالي وضعته على نار متوسطة مع الاستمرار في التحرك ما كنتوقفوش على التحرك كيف ما كنتعرفوه حتى كتتعقدنا الكريمة سوف يغير كتتعقد كتتتع منا فقاعات بحل هات الشكل هذا هذا والقوام دياله عاد من بعد غدي نضيف لديك الملعقة كبيرة من الزبدة ما يعادل عشرين جرام سوف نضيف على النار ونحيد الكريمة ديالي من فوق البوطاء وفوق النار ونفرغ في واحد الإناء اللي باش نخليها من بعد تبرد فيه ونضيف ضبا ديك جوج ديال أكياس من السكر الفانيليا كنخلي السكر الفانيليا حتى الآخر باش كتتقننكها ديالو بين بزف الكريمة كتجيمزي هنا أحسن ونفرغ حتى ذيك العلبة ذي الزبادي أي ضانون أو ياغورت كيف ما اتكرت معكم أنا استعملت بنك هاد الفانيليا تقدر تستعمل أخواتي أينكها حتى نك هاد الكوكو أي جوز الهند كدت وتبزف هاد الكريمة أو لا زبادي أو ضانون بنك هاد الموز أي البانان حتى هو كي يجي مزيون سوف نخدم الكريمة ديالي مع ذيك المكونات مزيان على هاد الشكل هادا وغادي نغطي عليها ونوضعها في التلاجة أو في المجمد غير هي أخواتي ضروري أنها تبرد مزيان تبرد جيدا أنا وضعتها في المجمد جوج ديال الساعات هانتم ما كتشاهدوا معايا دي بغادي نضيف عليها عندي هنا يا علبة من الكريمة السائلة العلبة اللي استعملت أنا الوزن ديالها 200 ميلي لتر يعني ناتا برامونطار أو لا قش داترية تقدروا تستعملوا أي نوع ديال الكريمة السائلة هادك اللي كتتبع بالعبار أو لا هولالا تاخدوا من نوع الكأس كبير وضيفوهن الكريمة ديالكم غير الكريمة السائلة حتى هي يخصت تكون باردة جيدا يعني يخصت تكون باردة مزيان كنفرغوها على الكريمة ديالنا الأولى اللي حضرنا وغادي نطرب الكل جيدا مزيان واحد عشرة ديالتقايق حتى تبدأ في حليك تطلع معنا الكريمة شوية وكي يصبح القوام ديالا بحل هاد الشكل اللي غادي تشاهدو معايا فهنا إذا بغيتو يعني اطربوا الكريمة اللي شاركت معاكم هي اللولا يمزيان عضيفو عليها الكريمة السائلة واتطربوهم مع بعطيتهم فيستحسن يعني خدموا ديالك الكريمة اللي شاركت معاكم اللي تخرجوها مجمد عفوا خدموها مزيان حتى كترجعت الصباح يعني كريمية عاد زيدوا لديك العلبة ديالك الكريمة السائلة وحاودوا طره هيدا ما غا يبقى لكم شي كيف ما كتشاهدو معايا في حال يعني أنا نسيت وفرقت عليها الكريمة السائلة وخدمتهم مع بعطيتهم مرة واحدة فبقوا لي في حال شي الكورتة وكيف ما كيت بينو بينو لكم حق ما بينوش يعني في الأكل ديالا ما كيجوش باينين تماما سنتقلوا بش نحضروا الطبقة الأخيرة اللي غا نزينوا بها الكيك ديالنا غا نحتاج هنا يوح العلبة من الشوكولاتة استعملت شوكولاتة بالحليب الوزن لهذه العلبة اللي استعملت أنا هو 150 جرام غا ندوبة في حمام مريم أو في ميكرو واندا على هات الشكل هذا من بعد غا نزيد له 1 ربع كأس من الحليب الساخن ما يعادل 50 مليلتر دائماً كمية ديال الحليب كتكون تلوت كمية ديال الشوكولاتة اللي غا نستعمله إذا عملتوا كمية أقل فهانتو ما أنا عم تغيش ويش غا تحصلوا لواحد شوكولاتة في حالي كتخسر معاكم وإذا عملتوا كمية ديال الحليب أكتر فهذا الطبقة ديال الشوكولاتة ما غا نشوف شي معاكم فدائماً الكيمية ديال الشوكولاتة مثلاً الكيمية اللي لسا عملتو كتقسموها على ثلاثة كتعملوا تلوت ديال الحليب أنا عملت 150 جرام ديال الشوكولاتة إذا قسمت على ثلاثة ديال خمسين مليلتر ديال الحليب وهو ذكي الخمسين مليلتر اللي كنضيفه من الشوكولاتة باش كنحصله بحل قوانب حل هيدا والطبقة كتنشف ما كتفقاش هيدا سائلة داب هنا غا نضيف هذا اختياري أخواتي عندي هنا هاد اللوس كونكاسي أو المندرس كروكانتي هذا اختياري اخواتي تقدروا تخذوا الكوكا و تضيفوا الشوكولاتة و تزينوا به الكيك سوف نفرغوا على الطبقة الكيك و نسرحوا بهذه الطريقة و نضعف تلاجة مرة أخرى و تجمد طبقة الشوكولاتة و ترجع كريم و نحيي دم القالب و نضيف الكيك و نحيي بكل سهولة هذا هو الشكل الكيك و نضيف الكيك و نضيف الكيك و نضيف الكيك و نضيف الكيك و نقصم و نقطع كتعة و نرى الكيك والتعليق و tears و نضيف الكيك و نضيف الكيك اذا ستعجبكم وانتمنى ياربي إذا كانوا يعجبكم نقترح عليكم كيكات للعيد ان شاء الله فما عليكم خليهم لي في تعليق ونقص معكم كيكات اخرين سوف تحقق الفيديو اللي يحتل هنا يكون سالا نضربكم موعد حتى الفيديو اللي يمجي ان شاء الله تهلو لي فرسكم بساك و بسلام